هلأ إما أنه هيدا الفرب بيبدأ بس قبله فهو بيتحمل ضمير تاني وبالتالي الضمير التاني بيكون مع الج رح نحطلو م مع ت رح نحطلو ت مع الإل والأل والأون رح نحطلو س مع النو منحطلو نو متلو مع الفو منحطلو فو كمان زيو ومع الإل أذكاس والأل أذكاس منحطلو س طيب رح نرجع نعيد فأيزان هيد القاعدة بتقول رح أكتبها على جنب بس تيكون أنا في عندي أنفات كي كمانس بار س بيبدأ بس بيصير في عندو ضميرين والضميرين بيصيرو جم تت إلس نونو دوفو إلس تمام؟ طيب هيدا بالنسبة للضمائر ببلش هلا بتصريف الفعل كيف بيتصرف الفعل؟ متل ما أناك شايف هو الفرب اسمه سوفينير يعني يتذكر فبيصير سوفيان 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 آي إي أن آس آي إي أن آس آي إي أن آس آي إي أن تي بعدين سوفنون سوفني سوفيين يعني آخر واحدة بتشبه أول ثلاثة ولكن بس النو والفو بتصير سوفنون سوفني ماشي؟ آي دا طبعا للحفظ هلا عم بيقولوا لنا كمان واللي لازم تعرفوا أنه لما بيكون في عندي ضمير المفعول سو يتغير حسب الفاعل حتى لو الفعل في المصدر يعني يعني إذا كان أنا عندي فعل بالمصدر وهو هون المفروض يكون في سو ولكن أنا عم بحكي عن نفسي أنا عم قول أنا بدي إني روح كذر أو شو يعني كذر؟ يعني اتجول أوكي؟ فبحط الله م لي لأنه في عندي جو مع العلم أنه الفيرب هو بالمصدر ما في مشكلة ولكن بحط الم مع الجو اتفقنا؟ هنكمل كل هايدي الأفعال يا يوطف اللي بتبلش بسو أنا بصرفها مع فيرب أتر ما بحياتها بتتصرف مع الفيرب أفوار إذا بتتذكر من فترة كتعم لكم في 14 فعل بيتصرفوا مع الفيرب أتر وكم فيرب فقط بيتصرفوا مع الفيرب أفوار ولكن الفيرب أتر هون بدك تعرف أنه كل الأفعال اللي بتبدأ بسو هايدي أنا بدي صرفها مع فيرب أتر تمام؟ تمام أوكي آخر الشي آخر الشي عندي الأفعال الضميرية يوضع ضمير المفعول بعد الفعل في الأمر المثبت يعني بس أنا كون عم بأمرك وبيكون عندي فعل تبعا الضميرين الأفعال الضميرية بيقولولا اسماه برونومينال بس يكون عندي هايدي الأفعال وعم بأمرك بيجي الضمير بعد الفعل لي كيف؟ لاذ تو ولكن إذا كان فيها نفي فبتصير نوتو لاذ ببا أوكي؟ أوكي ميز طيب فإذا باختصار الأفعال الضميرية هي اللي بتبدأ بس لما بتبدأ بس بصير أنا مضطرة حد ضميرين جم تت الالونس نونو فوفو الالس طبعا الفرب س حتى بيتصرف لو كان عندي الفعل بالمصدر كمان بحط له م والفرب قادر دايما بيكون هو الفعل المساعد لهيدي الأفعال وأخيرا بالأمر حط الضمير بعد الفعل بالأشياء المثبتة أما بالنفي بحطه قبل الفعل فبتصير نوتو لاذ با طيب هيدا الإجزرسيس اللي كان دفوار طبعا أنت منك حافظ هيدا الفعل؟ ما هيك يا يوسف؟ ايه؟ منك حافظ هيدا الفعل اللي هلأ لنا؟ ما يوسف أنا عطيتكن يلا تحفظوه يعني لازم تحفظوه لا أنا فرب أنا فرب بس أخير هيدا هيدا اللي فوق هيدا اللي هلكت عم قولو ما أنا عطيتو من قبل لأيكم هيدا خلاص اي 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 بليز اليوم حفظو ضروري أوكي؟ حفظو 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 طيب حفظو بس أحفظو تاني اوكي إذا حافظو وفهمين الفكرة الأساسية معتو يا يوسف بحط سو برومان ولا تو برومان ولا مو برومان معتو معتو يميس؟ هاي شوف جم ت ت ت ت ت ت ت شوفو مصبور ليش؟ لأنه دايماً مع التيوب تيجي ضمير الت طيب حنكمل مع النو هون أنا مش عم بأمر لو عم بأمر ما بحط النو ما بحط الأولى فنو نو 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 ليبو ليه الأخيرة صح بعدين هلأ عم بأمر أنا هلأ أنا عم بأمر عم قل لك قدم نفسك لأصدقائك وعم قول تي كاميراد يعني أصدقائك أنت فشو بك تختار أم عن هلأ عم بأمر مم يا مؤمن يا يوسف صح سلام عليكم يا مؤمن ازايك يوسف ديس لك سؤال زالة زبا حتى عارفو حتى يكلى أكل إيار شو يعني إيار كسكي إيار شو يعني إيار يعني مبارح مبارح يا مبارح يا يوسف بستعمل هايدي ولا هايدي ولا هايدي مؤمن عم تسمعني إي لا أي مؤمن سامع حضرتك حضرتك سامعني إي سامعتك كيفك يا مؤمن سامع الحمد لله بس مثل الوقت سامع ما ساحتون ازلت عشان كان في مشكلة والورا اللي حضرتك كتبة فيها الجرامر والمعاني وكده اتمسحت منها منها مشكلة لك كتعم قلو لليوسف أني نسيت أرجع أكتب لكم إيها على دفتر فيه وخط واحد هلأ اليوم بكتبها وببعث لكم إيها عن جديد لتعطى لهم ماشي طيب مؤمن ركز وشوف هلأ يوسف رح يعرف يجاوب ولا لا يوسف في عنده كل جملة فيها كلمة إيار فبيرأيكم هل بيختار سو باس ولا سي باس سي ولا سو باس سرا يلا يوسف اللي جوابك إيار يعني إيار يعني يعني إيار يعني إيار يعني الباريحة باريحة سو باسول هي الأوليحة نو لا لا ايه في المسيحة يا أباب ايه في المسيحة شو قلت لي يا مؤمن بقولي الأخيرة ركزوا معي شوي ركزوا معي أول وحدة سو باس يعني هي فعليا بالمضارع البسيط أنا ما بدي مضارع بسيط أنا بدي ماضي من هو الماضي ليكوا الماضي يا شبيبة ليكوا هيدا الماضي اللي مؤلف من قطعتين أو two parts اللي هو فرب أتر مع الparticipة السي آخر واحدة فيوتشر حنكمل ميزا أفان سبي تاخد القلق و أنت بالآخر و جو مدمان لأنه دايما مع الجو بحط مدمان يلا شباب رح امسح وامشي أوكي لأنه قرردي أنا مصلحتهم ليوسف على الجروب أوكي أنا ما فيوش حاجة عندي يا ميزا مالحيط في وراء آآ طب روق أنا أصلا الصور اللي عندي كلات المسحة يا ميزا شو كلها يعني أنت عامل الكتاب عندك على التليفون يعني ما عندك كتاب PDF أو كتاب عادي لا عندي عندي بس الصور اللي عنوات السيكلات المسحة آآ خلاص اللي بتلاقيه أنت كتير مهم ونسيه مسلا وملأيته خبرني أنا برجع ببعط لك يا منها مشكلة يلا مؤمن صورا ماشي تمامس خلاص صور يلا أوكي آآ طيب شو جاية تنق عندي أنت هوني إسا بكير للأداني بكير يلا شباب هوني نفس المبدأ بدي صرف الأفعال تمام طيب حنبلش مع مؤمن بأول واحدة بذكرك يا مؤمن أفعال اللي بتبدأ بسو إلى ضميرين مع الجمى مع التوتى مع الإيل الأنس فإذن هون شو لازم من أول شو ما عليش ممكن حتبت قولي تاني أوكي كنت عم قللك أنه الفربات اللي بتبدأ بهايدي السو مؤمن هايدي بيكون في إلا ضميرين بالتصريف ضميرين يعني إذا طلعنا لفوق على الدرس أو الفعل اللي كان لازم نحفظه له هاديك المرات منلاقي أنه نحن في عنا ضميرين منلاقي مع الجو دايماً دايماً بيجي المن مع التوتى مع الإيل الأنس مع النو بتيجي نو مت متلى مع الفو بتيجي فو متلى ومع الإيل أفك أس والألا أفك أس تيجي س حدون طيب أنا هون لازم طبعاً نكون حافظتون فإذا إذا كان أنا هلأ عندي الفرب اللي بعده إليلي آآ طيب مع أون أنا هلأ شفنا بالأفعال أي ضمية تانية لازم حط معا غير الأون ليكا شوفا شوفا مؤمن مع الإيل الأن شو منحات سو سو تمام فإذا بحط سو بحط سو والفعل اللي وراء طبعاً بياخد لأنه هو أفعال المجموعة الأولى فبياخد إي بس فإذا سو رومان أوكي يلا يا يوسف تاني واحدة يا يوسف أنت بدك تقول نو ديفون ركز معي ركز لأنه هون بدها شوي تشغيل مخنت فيه هلا هون نو ديفون نو بزنتو أوكي برافو نو بدي حط نو كلامك صح ولكن الفرب يا يوسف هل بصرفه ولا ما بصرفه وليش هو ما لازم نصرفه هو لازم نكتبه بهذه الطريقة بس قل لي لي لا قل لي ليش لي رح قالك لي لأنه يا مؤمن يا يوسف هتشوف هتطلع بأول الجملة لحتلاقي أنا عندي فرب يجب يجب إذا عندي فاعل فاعل أولي طيب الفاعل التاني ما بقدر صرفه يا شباب ما أنا من زمان قيلت الكون لما بيكون في عندي فاعلان بالجملة الأول بيكون مصرف والتاني بيكون بالمصدر صح ولا نسينا لما فيه فاعلان بالجملة الأول بنصرفه والتاني بيكون بالمصدر لهيك أنا هون ما فيني يصرفه شو بس اللي بغير بس بغير الضمير اللي قدامه فقط لا غير تمام تمام يوسف عمل لي اللي بعدها يلا طبعا شو بتصير مع الفو يا يوسف تتذكر لما دراسنا برافو ترابيا اول مرة بتعطيني جواب صح بغري يلا كمل يعني انا عم بنزل هون يعني عم قللك وقف لو سمح فاذا وقف يعني امر يعني نتذكر لما قلنا بالامر شو منعمل منحط تيو والنو والفو منصرف الفعل بعدين منشيل تيو والنو والفو منحط الفعل لحاله بصرف لي انا عم بقمرك عم قللك وقف فاذا شو بتصير هايدي قردتي سردتي عارف طيب خليني قللك شغلة طلع هو هيدا الفاعل او هيدا التاس اسمه امبراتيف يلا منح انه دخل مؤمن بالوقع المناسب اه خلاص اه بس طفيلي طفيلي ما يتسخني هلأ بس طفيلي ما يتسخني بس وسكري وراك ايه طفيها منحميها بالليل طيب شباب فايزا مؤمن انت سامعني لا لا ما قلت شي مهم بس قلت هلأ بدي قول شي كتير مهم ركز ويوسف ويوسف ركزوا معي انا التنس يلي هو الامبراتيف يا شباب يعني الامر قبل هلأ قلت لكم ايها ورح ارجع لكم ايها انا بالامبراتيف عندي ثلاث ضمائر فقط لغير شون ثلاث ضمائر هنة تو ونو وفو يعني انا بأمر بأمرك انت وبأمر نحنا سويا نأمر بحالنا وبنأمره ويغم تمام تمام فايزا اول خطوة بكتبهم انا بس هول ثلاث ضمائر وبحط الفعل اللي بدي يصرفه الفعل اللي هلأ انا ويوسف كنا عم نصرفه هو سر التين طيب سر التين بيشبه شو يا شباب اول الشي في عنده الاس يعني في عنده ضمير تاني ولكن هصرفه من دون الضمير لقلكم لاش تو قرات نو قراتو وفو قراتي هاي الخطوة الاولى كتبت الضمائر وكتبت الافعال الخطوة التانية بشطب الضمائر كلها بشطبها وبشطب الاس بأول فعل لو كان الفعل من المجموعة الاولى فصار الفعل قرات يعني قف نقف قفو تمام طيب هلأ عندي الس لما بيكون في امر الضمير التاني بينحط بعض الفعل وبالتالي بقول قرات تو قراتو نو اي معلش حضرك قلتح لما استعمل حاجة الدفاع ما فعلتش قلتلي حضرتك قلت بنستعمل حاجة الدفاع اه فكرتك عم تقلي مني عم بستوعب مؤمن هيدا تصريف الفعل بالامر هيدا لما انا بدي صرف الفعل بالامر انا عم بعتيكم طريقة تمام هيدا الطريقة بتقول انو بتحطوا الضمائر التلاتة بتحطوا هيدا الضمائر تيو نو وفو كخطوة أولى بتصرفوا الفعل مع تيو مع النو ومع الفو بترجعوا بتشطبوا التيو والنو والفو مادا ما شطبطو هون شو بنعمل هلأ اذا الفعل بيبدأ بسو فالضمير التاني بالامر بيحطوا بعد الفعل يعني اللي كانت تيو بحطة توا يلي كانت نو بحطة نو ولكن بعد الفعل واللي كانت فو بحطة كمانة فو ولكن بعد الفعل يعني بتصير لما انا بدي اقول لك يا مؤمن قف بقول لك شو بقول لك يا مؤمن يعني قف انت اللي نقف اللي نوقف مثلا العمل فإذا نقردتون نو اللي يقفوا فإذا نقردت فو وبها الطريقة يا يوسف ويا مؤمن لما انا بدي صير صرف هوني صرف تي يعني يتوقف فشو بتصير يا جماعة بتصير اردتوا كمسا اوكي اوكي فيتت شوي براسكن ولا لا هارجع عامو لغيرة يعني بس ركزوا الله يرضى عليكم ركزوا معي ماشي يلا دقيقة بس جماعة اوكي ايه لو سامحتي بتبعت لي بس أجندة مصطفى يلا طيب شباب هلأ بدي أعمل فعل تاني وكمان بالأمر لأنه شوفوا شو قيلين ميز اوفان اطفالي سو كوشي تو شك سوار سو كوشي يعني نيموا باكرا كل وساء طيب أنا يعني هون بدي حط الفعل فعليا بشو بالأمر طيب رح نعمل نفس الخطوات ركز يا يوسف وركز يا مؤمن رح أرجع عيد نفس الخطوات مي فيكن فيه قللي أول خطوة شو هي مؤمن شو هي أول خطوة قللي أول خطوة رقم أربعة قللي قللي الخطوة تبعية الأمر أفعال الأمر شو الخطوة الأولى أول الشي لأعمل أفعال الأمر اللي هي أمبراتيف أول شي شو بكتب بكتب الضمائر الثلاثة تمام لا مش جو لا تول وينو ويفو بس طيب نحط ما كانتوا بعد الفعل مظبط بس قبل خلني أصرف الفعل يوسف إذا بدي أصرف الفعل بلي هو كوش شو بيصير معتو بيصير كوش كمل كوش كوش شو نو كوش فو كوش فو كوش تمام أوكي عايش أوكي شو بعمل خطوة اللي بعدها لا مش طب أنا عارف من إن هو عايش تول لأن هو اللي هو لا مش هو عاوز مؤمن مش هو عاوز هاي أجباري هو لإنه ما في غيرهم ها أنت كيف بدك تعرف أصدك بالجملة هلا قبل هلا قبل لك يلا بس خلوني خلص هيد الفكرة وبدغري بعض ها قبل فكرة ثلاثة مصاب ثلاثة مصاب وهو عمال عام طالب ماشي عندك تربية لبكتان عندك تربية وعندك درس الكرة وعندك تربية يلا اوكي شباب كتابة كوش كوشان كوشي الخطوة التانية شو بتقلي اني اعمول يلا يلا خطوة التانية بتقلي اشطو بتتو ونو والفو تمام تربية اوكي والاس هلا شوف مين اللي قلمنا شوية بحط تو وراها ونو وراها وفو وراها مين مؤمن ولا يوسف برافو فإذا بما أنه الفعل بيبدأ بيسوية مؤمن يوسف لازم اني انا حط هوني تو ورا الفعل لأنه أمر مثبت وحط نو بعد الفعل كمان هون وحط تحت فو لحد هون تمام تمام يوسف اوكي مؤمن كان عم بيقل لي مؤمن انا شو بدي يعرفني طيب يامس شو اي واحدة بدي اختار طيب اوكي معك حقيا مؤمن الماء انفانتي دي جامعة مذكر فهتبقى نو صح لا نو يعني نحنا نو يعني نحنا فهي حتكون هم لأنه لأنه أطفالي لازم تناموا كتار أنتم فإذا أنه أنتم يلي هي بو فبقول كوشي فوتو شاك متا شاك سوا أنا فكر نحن لا لا مش نحن لأنه أنا مني معهم تمام أنا عم بحكي عنهم أنا مش معهم يلا يا يوسف اللي بعدها أنت بدك تعمله فإذا كوشي يلا يوسف هيدا عادي يوسف لا فيه أمر ولا فيه شي بس فعل ذات ضميرين ستة وستين ماذا أفعله سبعة وستين ونزخ يوسف يلا شو بحط الله جو برزنتي طيب هو الفعل شو الضمير التاني تابعه يوسف مع الجو م تمام حط م طيب الفعل برزنتي لأنا صرفه تصريف عادي لا فيه أمر ولا فيه شي هي بتاخد مع الجو مي برزنتي مي برزنتي بحط بريزنتي بشي للقار يوسف بشي للقار تمام طيب مؤمن يلا إيل سبيه نفس المبدأ عندي مع الإيل فعل الضمير شو هو البرونو التاني اللي بياخده مع الإيل إيل يعني نفسه ما بشيلها س أبوستروف أبي شو بتاخد بالآخر يا مؤمن شو بشيل بشيل ليكا حتب حتى أس أبوستروف لأنه اللتر A بتبلش فيه 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 مفيه أنا عارب أس هي أية 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 خلصنا طبعا ما يسمعها هي نفس اللي هو كتبها لا ما صرفتها آه صح وبعدين هي أصلا مع الإيل أس يا مؤمن يلا يلي بعد نو سو بروميني تود يا دايقة بس ركز فيهون شوي يلا دا دور مين يلا أحكو يوسف يلا دورك نو سو بروميني يلا يا يوسف مع النوم نو بروميني نو بروميني بحسب بدك تاكل قتلة يوسف ليه 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 حقلك ليه لأنه مع النوم بروميني شو بتصير شو بحط للفرب مع النوم أو 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 برافو هاي دي أو نو ما لش أوكي يلا يا مؤمن سو دماندي مع الجو يا مؤمن مع الجو سو شو بتصير أنا حلي بعدها معكم أنتو كل يوم إذا بس بتراجعوا اللي نحنا عم ناخده يعني اليوم إذا راجعتوا بس الفعل اللي أخدناه فوق وراجعتوا هيدا اللي أنا كتبت لكم ياه على جنب وراجعتوا الفرب اللي هلأ التنسل اللي اشتغلناه والله بيدلهم براسكن ما بيروحوا فإذا في مجال أنا مش راح زلت لكون دروس كتير بس تراجعوا هيدا عملوا سكرينشات أنا 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 حعمل لها سكرينشات شان أبعث لكم ياه على الجروب دايق يا جماعة أوكي بس هاي تمام وفوق الفعل مع اللي بعده بس راجعوهم ما حعطيكم له وموركس ولا شي تفقنا بس راجعوهم من قلبه راب يعني راجعوهم بطريقة مصبوطة تمام لا ما هو من قلبه ربي يعني من قلبك تمام شو ما عرفني هيك بيقوله وما تحسسني اني عم قولك المش مصبوط يلا لا لا مصبوط تمام شباب اليوم الفعل التاني اللي بدنا ناخده هو قردي أنا قلته يمكن هيديك المرة معت زاكرة الصراحة إذا قلته ولا ما قلته هو الفرب يجب الفعل يجب كيف بيتصرف جدوا تدوا إل الدوا نو دفون بو دفين إل الدوا وكي اسمع اسمع هو هيدا الفعل يا مؤمن اسمه الفعل يجب يعني أنا يجب علي أن أفعل هذا تمت علي صح لأن هاي الكلمة هي بتجي كاسم يلي هو الواجب ويجي كفعل يجب يعني أنا لما بكتب يا مؤمن لما بكتب بها الطريقة شوف كيف دفوار هون بتكون اسم يعني واجد الواجب بتاعنا اللي بناخده نحنا عطول ولكن لما بتجي كفعل وبدي يصرف هيدا الفعل دفوار اتفقنا يلا هذا سهل ابدأ يا يوسف يلا تيو هيا وحد نح تختار ابدأ أول واحدة تيو برافو مؤمن التاني واحدة ايا واحدة بتاخد يا عمز بيتغير تغيير شامل كده يعني بيتغير كله صح لأنه من الأفعال المجموعة الثالثة يا مؤمن مش اللو نشيل بس الأرون حتى كده ده بيتغير كله صح هيك في كتير أفعال هيك من المجموعة الثالثة نو هتبقى يا مثل هي الأخيرة اللي فائس مزبوط دفون ترى بيان يالا يوسف اللي بعدها نو ايكوتي نو برافو مؤمن إيل اللي في النص صح اللي في النص صح يوسف جو جود دول الأخيرة تمام وآخر واحدة يا مؤمن الأفك آس آآ شواني يا عمي دي سهلة والله معقولة مش حرفها مؤمن مؤمن تعبان الأخيرة أخيرة ترابيا طيب شباب خلصنا هيدا رح نكمل آآ أنا بلش راسي وجعني كمان يلا يا حبيب الله الله في سمامة ما فيني يعطي يكوني هنا إذا عطيت يكوني هنا هلأ بتسطلوا ما رح تستوعبون ايه هتسطلوا يعني 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 هيسكر راسك ما رح عارف اشرحها بالمصري ايه ايه احنا ايه ما عارف ما عارف اشرحها بالمصري بس يعني انه حتسطلوا يعني ما حتستوعبوا بقى هيك قصدي تمام طيب 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 شوفوا شوفوا اللي رح يصير اليوم اني حفسركم بس اول تنتان التالتة رح اتركها للمرة الجاية مشان شوي عقلكم يستوعب تمام عندي شيء اسمه future approach وعندي verb devoir مع مصدر الفعل بهول الحالتين انا عم بحكي بكون عن احداث بدا تصير بالمستقبل فاذا للتأكلم عن احداث بدا تصير بالمستقبل انا عندي ثلاث طرق عندي اول شيء بستعمل شيء اسمه future approach تاني شيء بستعمل verb devoir ومصدر تالت شيء بستعمل اللي هو التانس الفيوتشر اللي هو الفيوتشر طيب رح نبلش خطوطنا شوي شوي ويمكن ما اعطيهم كلهم اعطيهم بس واحدة ولكن لازم تفهمهم التانسات بتاعة الفيوتشر بتاعة المستقبل هي تلاية اول واحدة future approach التانية verb devoir اللي هلأ من شوي درسناه معه مصدر والتالتة اللي هي الفيوتشر التانس الفيوتشر العادي اوكي طيب رح نبلش باول واحدة او رح نبلش حنبلش بالاول واحدة future approach المستقبل القريب اوكي شو هو future approach جماعة future approach هو مألف من two parts يعني مألف من قطعتين او شقفتين اول part وتاني part طيب شو بدا تكون اول part دايما دايما اول part هي فارب اللي و present شو هو فارب اللي و present لحنا كتبو على جانا اوكي 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 جو 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 نو زلون نو زل لأ طلع الشي نقرأ العربي لحوالك عم بسمع طيب هوني شباب هيدا البرب و الفون سوري هيدا دايما بدي يكون ملازم لشو للفعل بال بال شو اسمه هيدا بالفتير approach اي 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 معلش يلا معلش الله بعينك فازن الفتير approach شو قلنا يا شباب قلنا في عنا verb اللي اللي يلي هو جو والتاني هو مصدر الفعل طيب رح ارجع عيد فازن يا مؤمن الفتير approach هو عبارة عن شو عبارة عن two parts اول part هي ايه شباب ايو ايو مش سمع اه اوكي مؤمن سمعني اه اوكي مؤمن كتا عم قلق انه انا اذا عندي الفرب شو هو هيدا الفتير approach verb اللي plus مصدر رح اكتب هون لايكو verb او هاكتب هيك اللي زائد مصدر اوكي verb اللي ومصدر طب بتقلي وينو الفرب اللي لايكو يا شباب حتكن وين المصدر بيكونوا هني قرات يعطينكن تمام فازا انا اليوم بس بديكم تفهموا كتير الفكرة هادي منيحة شو هو الفتير approach هو verb اللي زائد مصدر شو الفتير approach يا يوسيف اي ميش فتير approach شو الفتير approach انا مستمعك فو اللي بلس المصدر verb اللي والمصدر وينو verb اللي لي مؤمن الفتير approach هو شو verb اللي والمصدر هيكوا لايكوا verb اللي قدام كونوا بتحطوا المصدر اللي بيكونوا عاتين خلصا تمام طيب تانية واحدة راح عاتي كون تانية هي شو 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 بإن بإن ويكون أخدناه من شو حس بتخلص ساعة ثلاثة ونص ها بتخلص ساعة ثلاثة ونص تعمل وحس بدأ تنين ونص بتخلص ثلاثة ونص ثلاثة وربع كانت خلصة أنا تأخرت عليكم تقريبا شي عشر دقاية أكتر هي بس إنو أخدنا أربعين دقيقة هلا هي ما بعرف مدتها قدي خمسة واربين دقيقة الحصة صاح منفوت شوي عندكم حصة شي هلا ولا لا منفوت بس خمسة دقاية لا خلاص دي داخل حصة تمام خمسة دقاية بس منفوت بده يفصل هلا يا جماعة طيب شبه فإذا التاني خلاص بس طلعوا ما بدينترو بدلنا طرتوا لا يفصلها لا بيفصل فصلتوا أنا فوتوا